قصة محمد مثل قصة المئات وربما الآلاف من شباب وادسود في باكستان قبل سنتين تم اختطافه من قبل طالبان لتدريبه على محاربة الجيش شمالي غرب البلاد كانت طالبان تخبرنا أن الجيش الباكستاني تم إرساله من قبل الأمريكيين وأن الجنود ليسوا مسلمين صدقناهم لأننا لم نكن على اتصال مع العالم الخارجي لم يكن لدينا وقت للتفكير لأنهم جعلونا نعمل بقصوة تمكن من الهرب وهو اليوم واحد من سبعين طالب في مركز الجيش لمحاربة التطرف وغسل دماغ الشباب علماء النفس والمستشارون ومعلمون الدين يساعدون الرجال على إعادة تقييم دعاية طالبان الجهاد لا يعني أن نمسك السيف ونبدأ بقتل الناس الجهاد يبدأ بالطرق التي تحسن المجتمع ومحاربة الأمية قد تكون جزءا من ذلك ساعة واحدة يبعد مركز متخصص بإعادة تأهيل الصغار الذين وقعوا ضحية طالبان والذين اختروا من قبل المتمردين ليصبحوا قنابل بشرية دربوني وقالوا لي ستنتحر قلت لأمي ما قالوه لي فاتصلت بوالدي الذي جاء وأخذني إلى كاراتشي حيث تم اعتقالي عند نقطة التفتيش المراكز هي جزء من عمل الجيش على محاربة التضرف يقولون أنهم ساعدوا ما يقارب 500 شخص على إعادة دمجهم في المجتمع في العام 2009 وبعد تمرد استمر عامين أعلن الجيش إعادة سيطرته على وادي سوات ولكن تجارب هؤلاء الشباب تشير إلى أن المعركة لم تنتهي بعد